محاولة حوثية فاشلة لاستهداف وزير الدفاع اليمني بمسيرة مسلحة غربية عز اضرت ضربة الامريكية ميليشيات ايران تخلي مواقعها والبواب العسكرية في البوكمال السورية وقادتها يختبئون بمنازل المدنيين احتجاجات شعبية وطعون برلمانية قبيل جلسة التصويت على قانون الانتخابات المعدلة يدعوت احرانوت تقول ان الجيش الاسرائيلي على وشك تقليص عملياته بسبب انخفاض جنود الاحتياط الملتحقين مع اقتراب العملية السياسية من نهايتها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تناقش العملية السياسية اهلا بكم مشاهدين الى هذه الساعة الاخبارية من الحدث فشلت ميليشيات الحوثي باستهداف موكب وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الدعري بطائرة مسيرة وبرفقته رئيس هيئة الاركان صغير بن عزيز ومحافظ تعز نبيل شمسان حيث حاولت استهدافهم بقذائف متفجرة وهما في طريق الكتح الرابط بين تعز والمخى واكدت مصادر عسكرية للحدث نجاة المسؤولين اليمنيين ومقتل جنديا وجرح عدد من الجنود من افراد الحماية واحتراق احد الاطقم العسكرية المرافقة لهما فرضت ميليشيات الحوثي قيودا على رحلات جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر مطار صنعاء الدولية اعتبارا من اليوم حتى الخميس المقبل وذلك احتجاجا على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية ايقاف مبيعات تذاكر رحلاتها في مناطق نفوذ الميليشيا شمالية البلاد وقررت الهيئة العامة للطيران المدني الخاضع للحوثي قررت عدم السماح لأي رحلات تابعة للمنظمات الدولية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي سوى يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 من مارس الجاري الاعلام المقرب من الحوثي قال ان هذا القرار جاء على خلفية ايقاف قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية مبيعات تذاكر السفر بين صنعاء وعمان عبر مكاتبها ووكلاء السفر في مناطق نفوذ الحوثي وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية اتهمت الأسبوع الماضي الحوثيين بتجميد حسابات الشركة في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي ودنت الحكومة اليمنية في وقت سابق هذا الإجراء الحوثي واعتبرته تهديدا بوقف صرف أجور الموظفين وتعطيل الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسما إزاء الممارسات الحوثية التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد والضغط على الحوثيين لرفع القيود عن أرصدة الناقل الوطني وعدم إقحامه في الصراع السياسي أسفرت السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أمس في شرق اليمن عن وفيات وفقدان أشخاص وقطع طرق رئيسية ومحاصرة مدن حيث توفي أربعة أشخاص وفقد آخرون جراء السيول الجارفة في محافظة شبوة كما شهدت مديرية الشحر بحضر موت أمطارا غزيرة ومن المتوقع يشهد اليمن تساقطات مطرية غزيرة خلال شهر رمضان في مناطق متفرقة وقد أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة أعلنت تضرر أكثر من تسعة آلاف أسرة نازحة جراء سيول في محافظة مأرب خلال الأيام العشرة الماضية هذا ووجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة في محافظة مأرب وجهت نداء عاجلا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتدخل لإغاثة المتضررين جراء السيول ووفقا لبيان الوحدة فإن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تشهدها المحافظة أدت إلى تضرر أكثر من تسعة آلاف أسرة نازحة منها مئتان وثلاثة وسبعون أسرة تضررت بشكل كلي وثمانية آلاف وثمانمائة وسبع وأربعون أسرة تعرضت لأضرار جزئية ودعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين دعت المنظمات الدولية والهيئات الإغاثية والإنسانية لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية في شأن آخر قال المرصد السوري أن الميليشيات الإيرانية استنفرت عناصرها في مدينتي الميادين والبوكمال شرقية ديرزور تزامناً مع إخلاء للمقرات وتحليق للطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي وذكر المرصد أن عناصر الميليشيات الإيرانية نفذت إخلاءات عدة في مقراتها العسكرية فيما أخفت الفرق السابع عشر التابعة لقوات النظام أخفت عتادها في البادية خشية استهدافها من التحالف الدولي وكانت الميليشيات الإيرانية جددت قصفها القواعد الأمريكية في شمال شرقي سوريا بعد ساعات على إغارة الطائرات الأمريكية على مواقع تلك الميليشيات رداً على مقتل وإصابة عدد من جنودها الضربة الأمريكية لمواقع ميليشيات إيرانية بدير الزور السورية أمس ليست الأولى فمنذ يناير عام 2021 وقع نحو 78 هجوماً على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق والسوريا وقد أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن قواته بالرد أربعة مرات فقط اعتماداً أربع مرات اعتماداً على حجم الخسائر التي يخلفها وما إذا تسبب بخسائر بشرية أمريكية تسبب هذه الضربات أو لا الرد الأمريكي أمس تزامن مع أحداث جيوسياسية واستراتيجية وتكتيكية بحسب تقرير تحليلي لصحيفة الشرق الأوسط أولها تسرب أخبار حول وصول إيران إلى مستويات متقدمة في عمليات تخصيب اليورانوم إلى جانب قرار البنتاجون إعادة توزيع وسائل القوى العسكرية الأمريكية في أوروبا وشرق آسيا على حساب قدرات القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وقد سبقت إعادة التموضع زيارة رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إلى شرق سوريا فالوجود الأمريكي في شرق الفرات وقاعدة التنف على الحدود الأردنية السورية العراقية مهم لواشنطن إذ بإمكان القوات الأمريكية أن تعزل العراق عن سوريا عبر السيطرة على ممر البوكامال عسكريا في حال انزلاق المشهد مع إيران إلى سيناريوهات سيئة سيكون تقرير الشرق الأوسط أكد أنه لا يمكن فصل الأحداث في شرق سوريا عن غربها خاصة فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية وخلص التقرير إلى أن المؤشر للتحول الكبير على الساحة السورية هو عندما ينتقل التنسيق من مستوى تبادل المعلومات بين أمريكا وإسرائيل إلى مستوى التنفيذ المشترك بينهما من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن أهلا ومرحبا بك سيد وجدان هل فعلا الميليشيات الإيرانية المتواجدة على سوريا اليوم هي بحاجة لتغيير تكتيكها والعمل الاستراتيجي والعسكري التي تقوم به وهي ربما باتت هدفا للقوات الأمريكية أكثر من ذي قبل بالإضافة للاستهداف الإسرائيلي تحياتي لك أستاذ رشاوى ولمتابعيك الكرام دون أتناشاك أن الميليشيات الموالية لإيران في الضر في الحال تقيرت سياساتها خاصة في ظل التحرك الأمريكي في المنطقة ومنها الزيارة الوفد الأمريكي إلى سوريا ولقائه مع العسكريين المتواجدين في القواعد الأمريكية هناك أعتقد كما أشار تقرير بأن هناك محاولة لفصل ما بين الميليشيات داخل سوريا وأيضا خارجها على العدود ما بين إيران وسوريا وأعتقد أن الرد الميليشيات التي كانت هي البادية في هذا العمل أو في هذا التصعيد الهدف منه هو إرسال رسالتين منفصلتين أحداهما للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار في حال تعرض النظام الإيراني لضربات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل التصريحات الأمريكية بأنه سيتم استهداف القواعد العسكرية وأيضا النووية الإيران في حال طورت إيران سلاحها النووية لذلك تريد ترسل إيران هذه الرسالة بأنه لدى إيران أيضا هناك أدرع يمكن استخدامها لإيجاد الضرب بالولايات المتحدة الأمريكية ولذا هذا التصعيد أعتقد الرسالة الثانية هي لإسرائيل وأتت عبر حزب الله اللبناني من لبنان وهي بأنه في حال أيضا أخدمت إسرائيل على استهداف إيران سيكون الرد على إسرائيل من لبنان وأيضا من داخل القطاع في فلسطين لذلك أعتقد هذه الهدف منها هو تبادل رسائل نعم سيد وجدان ولكن هذه الرسالة قد تنعكس بما لا تريده أو ترضاه إيران خاصة بأن هذه العملية أثارت مطالب أمريكية بشأن تغيير النهج أو تصعيده تجاه هذه الميليشيات الموالية لإيران أو المدعومة منها في هذه المناطق ربما فتحت أبوابا عليها أو صعدت هذه الأبواب من خلال هذه الرسائل التي أرادت إيصالها بكل تأكيد وأتفق معك تماما في هذا الموضوع ليس في هذا الملف أيضا حتى في موضوع ملف النووي شاهدنا أن النظام حاول التصعيد من خلال تطوير أجهزة التطاعد المركزين من خلال تخصيب اليورانيوم وأيضا نقاوة اليورانيوم إلى حد القنبلة النووية أخطأت الحسابات إيران في هذا وشاهدنا هنا لك مزيد من التصعيد ومزيد من العقوبات على النظام الإيراني في موضوع ملف سوريا أعتقد الأمر كذلك حاول النظام الرسائل لكن كانت النتائج عكسية بحيث شاهدنا أن هناك تغيير للمواقع لدى هذه الميليشيات وأخلاء هذه المواقع في حال في الوقت الحالي النظام بحاجة إلى أن تكون هناك قدرات أكبر وتموضع أكبر في هذه المنطقة لربط ما بين الحدود بين سوريا والعراق لكن بهذا الخطأ في المحاسبات أدى إلى تضعيف الموقف الإيراني في هذه المعركة وأعتقد هذا يصبح في صالح الولايات المتحدة الأمريكية نعم سيد وجدان في حال تم السيطرة لربما في المستقبل على التنفوة قطعت هذه العلاقات ما بين الميليشيات على الجانب العراقي والجانب السوري التي هي تابعة بشكل أو بآخر للنظام الإيراني هل من الممكن أن تلجأ طهران لخطط أو خطوط إمداد جديدة لهذه الميليشيات إذا ما أغلقت أو تم السيطرة عليها دون عدنا شاك وأيضا نظام هو ليس في هذا الخط لديه خطوط أخرى يعني رغم وجود هذا الخط الرئيسي لكن لديه خطوط فرعية كثيرة لهذا الموضوع لأن النظام الإيراني لديه مشروع استراتيجي وليس تاكتيكي ومرحلي لذلك قطع هذا الطريق بالكامل أو أي طرق أخرى بمعنى أنه المشروع الإيراني الهادف الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر العراق سوريا لبنان وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط هذا يعني يقطع الاستراتيجية الإيرانية ولذلك النظام سيلجأ في حال بالفعل أغدامة الولايات المتحدة الأمريكية على قضع هذا الطريق ستلجأ إلى طرق أو تطور الطرق التي هي من تمتلكها حاليا شكرا جزيلا لك من لندن كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني وإجدان عبد الرحمة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل هارت الإشرائيلية تقول إن واشنطن حاولت مرتين الإطاحة بنتينياه سابقا نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بأرد ينضم إلينا مراسل الحدد نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومات كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة بالتهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية ما الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد أنا أتفران في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوثية أساسا لا تؤمن إلا بالحرب هذا المكان لم تصله أقدام الميليشي الحوثية وبقي صابتا رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوى مرتبط بالخسائر التي تتلقى هذه الميليشيات الحوثية على الأرض في الداخل اليمني الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصاري دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه إلى الشأن العراقي حيث تقدمت حركة امتداد البرلمانية وعدد من النواب المستقلين وناشطون خارج البرلمان بطعون إلى المحكمة الاتحادية ضد جلسة الاثنين الماضي البرلمانية بحجة مخالفتها للنظام الداخلي لعقد الجلسات البرلمانية وكانت الجلسة قد شهدت إقرارا لبعض مواد قانون الانتخابات الذي يواجه معارضة شديدة من نحو سبعين نائبا مستقلا من إجمالي ثلاثمائة وتسعة وعشرين نائبا في البرلمان العراقي فبينما تتمسك قوى الإطار التنسيقي الشيعية والقوى الكردية والسنية المتحالفة معها تتمسك بتعديل القانون يرفضه التيار الصدري المنسحب من البرلمان وقوى أخرى صاعدة ويتعلق التعديل المقترح بتحويل إجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام سانت ليغو الذي يعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة بالنسبة لكل محافظة فيما تتمسك الجماعات الرافضة للتعديل بالإبقاء على نظام الدوائر المتعددة هذا وقال النائب المستقل سجاد سالم إن النواب المستقلين لديهم شروط قبل الموافقة على تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي وقد تم التفاهم على بعضها وفق حديث النائب الذي أكد أن موقف النواب المستقلين في جلسة اليوم البرلمانية سيكون بناء على التعديلات التي ستطرأ على القانون وقال إن النواب وفقوا على التصويت على التعديل إذا كان يخدم المصلحة على حد قوله معلنا تصويتهم بلا على التصويت إذا كان التعديل يخدم الطبقة السياسية كما قال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما دعا منظم حركة الاحتجاج الجميع إلى النزول للشوارع لمعارضة ما وصفوه بالدكتاتورية بأي ثمن ممكن في تطور سياسي جديد في اسرائيل أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية جالي ميارا رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو في رسالة رسمية أبلغته أنه يتصرف بشكل مخالف للقانون ولقرار المحكمة العليا بشأن خطة حكومته القضائية التي ينوي تطبيقها ويرى مراقبون أن رسالة المستشارة صيغت بطريقة تبين أنها جادة في توجهها للإطاحة به وتأتي لتذكر برسالة سابقة وجهتها له مطلع فبراير دعته فيها إلى الامتناع عن التدخل في مخطط تغيير النظام القضائي يأتي هذا مع تواصل التظاهرات المناهضة لخطة الحكومة الاسرائيلية القضائية في إطار احتجاجهم على خطة الحكومة الاسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء وامتناع مئات الطيارين الحربيين عن الخدمة احتجاجا كشف التقارير عبرية عن تأثير كبير خلفه امتناع حضور جنود الاحتياط الاسرائيلين عن الخدمة وقالت صحيفة دعوت احرانوت الاسرائيلية قالت ان رئيس الاركان هارتس هاليبي ابلغ رئيس الوزراء نتنياهو بانخفاض اعداد الجنود الاحتياط الذين يحضرون للخدمة هذا الشهر محذرا من ان الجيش الاسرائيلية على وشك تقليص عمليات معينة عملياته العسكرية الاولى مر في تاريخه ووفق التقرير فقد اكد ثلاثة مسؤولين اسرائيليين ان مئتي طيار احتياطي وقعوا خطابا احتجاجا على خطة الاصلاح القانونية المخطط لها وبحسب التقرير ليحضر هؤلاء الجنود للخدمة بالجيش الاسرائيلي في الاسبوعين المقبلين لافتا الى انهم سلموا قرارهم الى رئيس الاركان هاليبي الامر الذي قد يدفع الجيش الاسرائيلي لتقليص عملياته وذلك لاول مرة في تاريخه من القدس ينضم الينا المحلل السياسي يوني بن مناحم مرحبا بك سيد يوني بداية هذا السؤال الذي قد يطرحه الكثيرون هل نتنياهو بات فعلا في مهب رياح التغيير الذي سعى هو لاحداثها في اسرائيل جواب هو بان نتنياهو حسب مصدر مكاربة منه مصمم على استكمال الخطوة الاولى من الاصلاحات القضائية الجديدة في الاسبوع المقبل ومن المتوقع أن تقوم الكنيسة بالبرلمان الاسرائيلي بالسان القانون الجديد رغم كل المعارضة الشديدة في المجتمع الاسرائيلي والمعارضة وحركة الاحتجاج تنظم أسبوعا احتجاجيا مكثفا بنشاطات ربا فعاليات ابتداء من يوم رد نعم إذن هو في خطر هذا السؤال هل هو في خطر هل هو مهدد بأن يتم الإطاحة به من الصعب الإطاحة برئيس حكومة في دولة اسرائيل سواء كان نتنياهو أو ياير لبيد أو أي رئيس آخر إسرائيل هي نظام ديمقراطي وكل أجهزة الأمن الإسرائيلية هي موالية لرئيس الوزراء وهي تطبق القانون أنا لا أعتقد بأن هناك خطر وأيضا نتنياهو يحظى بأغلبية في البرلمان أغلبية ساحقة ولذلك أنا لا أعتقد بأن هناك خطر على حكم نتنياهو كيف سينعكس موقف الجيش الإسرائيلي والتحذيرات التي جاءت من امتناع حضور الجنود للإحتياط وبالتالي ينعكس على العمليات العسكرية الإسرائيلية هل من الممكن أن يضغط على نتنياهو ويدعوه ربما لتغيير وجهته السياسية وعلى الأرض في فلسطين في دارت يأتي بأكثر من الجنود الإحتياطيين ليش من الجيش النظامي هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للنتنياهو ولكن هذا لا يصل إلى درجة التمرد وفقط في هذه المحلة نتحدث عن امتناع أو عدم رابط الجنود الإحتياطيين بعمليات التطوء إلى الجيش والقيام بمهام الجيش ولكن هذا طبعا هذا التطوء خطير ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل إلى درجة التمرد نعم ولكن اليوم نتنياهو ليس معرضا فقط للضغط من الداخل الإسرائيلي ولكن هناك عدم رضا أمريكي هل من الممكن في ظل اجتماع هذين العاملين المهمين كما يقول المراقبون أن ربما يبدأ نتنياهو بإعادة حساباته من جديد هو وفريقه أنا لا أعتقد ذلك لأنه حسب الأقوال من التسريبات من الجهات العليا في الليكود إذا يتراجع نتنياهو الآن عن الحطة أو ما يخطط له في الأسبوع المقبل هو سيخسر القاعدة الشعبية ويخسر دعم حزب الليكود لأنه كل الاستطلاعات الغاية العامة تدول بأن الأغلبية في الليكود أو في معسكر اليمين بالتحديد تريد تنفيذ هذه الإسلاحات الجديدة وإذا نتنياهو تراجع عن ما يخطط له فهو يخسر كثير وقد يخسر الخايدة الشعبية ولذلك هو مصامم الاستمرار بالخطة في حال استمراره بالخطة كما ذكرت سيد يوني كيف سيكون المشهد في ظل التباين في المواقف الداخل الإسرائيلي حيال ما يقوم به نتنياهو بلا شك بأن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي سيتوسع في هناك تهديد حسب المصادر الصحفية في هناك تهديد من وزير الدفاع يوهف جالانت لنتنياهو بالتراجع حتى يوم الثلاثاء القادم وإذا لم يكن بذلك نتنياهو فهو يهدد بالاستقالة وزير الدفاع يهدد بالاستقالة الانقسام كان يزداد وسنشهد احتجاج شعبي شديد جدا في الأسبوع المقبل سيد يوني باختصار لو سمحت كان فيه هناك مخاوف سابقة لبعض المحللين أن تشهد إسرائيل من هجرة معاكسة هل هذا الشيء بات أقرب إلى الواقع الآن من السابق الآن من السابق اليواني التنبو ماذا سيحدث في إسرائيل لأنه كما قلت الانقسام هو شديد جدا وفي هذه اللحظة كل شيء محتمل علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث في الأسبوع المقبل وإذا فعلا إذا قدم وزير الدفاع الاستقالة هذا كان يؤثر كثيرا على ما يحدث في إسرائيل نعم من القدس كنت معنا المحلل السياسي يوني بن منحم شكرا جزيلا لك شكرا لك نقلت صحيفة أرتس عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن الولايات المتحدة حاولت الإطاحة برئيس الوزراء بن يمين نتنياهو مرتين سابقا دون تقديم المزيد من التفاصيل وأضفت الصحيفة أن استياء الولايات المتحدة قد تفاقم بعد إلغاء إسرائيل لقانون فك الارتباط الصادر عام 2005 والذي يمنع عودة المستوطنين إلى أربع بؤر استيطانية غير قانونية تم إخلاؤها في الضفة الغربية المحتلة وإلغاءها تعتبره واشنطن انتهاكا مباشرا للالتزامات السابقة ويبدو أن إحباط إدارة بايدن من اتلاف نتنياهو لا يقتصر على هذه النقطة بل يشمل الإصلاح القضائي ودعوة وزير المالية بيتسلائيل سموتريتش لتدمير قرية فلسطينية واعتبار الشعب الفلسطيني وهميا نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل روسيا تسعى لتجنيد أربعمائة ألف جندي متعاقد بحسب وكالة بلومبرغ ترجمة نانسي قنقر نزمنا من الغصف ونزمنا من الطيران والحجينة هنا فزع على الأرض رعم من السماء طفولة يسرقها الجلع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهور أهلا بكم من جديد أشار موقع سودان تربيون الإخباري إلى أن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ستعقد اجتماعا هاما اليوم للتشور حول سير العملية السياسية في البلاد وكشف مصدر موثوق للموقع السوداني أن اجتماع اليوم سيضع خطة عمل للمرحلة المتبقية للعملية السياسية ناعتين عقد اليوم مساء إن شاء الله ساعة ثامنة ونصف بإدار الأمة من درمان وهو اجتماع دوري المجلس المركزي للحرية والتغيير سيناقش تطورات العملية السياسية وسيستمع إلى تقرير من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير حول مسار العملية السياسية والخطوات التي تمت وسيناقش أيضا ترتيبات المرحلة النهائية ما تبقى من هذه المرحلة هو الوصول إلى اتفاق نهائي الذي كونت له لجنة تعمل الآن وتشارف على الانتهاء من صياقة مسودة الاتفاق النهائي أيضا الدستور الانتقالي الذي يحتاج أيضا إلى صياقة نهائية بعد إضافة مخرجات الورش الخمسة وكذلك أيضا ما يتمخض عنه صياقة مسودة الاتفاق النهائي كل ذلك يحتاج إلى ترتيبات والإضافة إلى ترتيبات مرحلة تشكيل الحكومة في المرحلة اللاحقة حسب الجدول المتفق عليه كل هذه النقاط المهمة تحتاج إلى وضع خارط الطريق لتعامل معها ليكون المجلس المركزي في حالة انعقاد ومتابعة لهذه الخطوات حتى الوصول إلى مرحلة تشكيل السلطة المدنية بصورة كاملة أشار المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر إلى أن الترتيبات تمضي لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري يوم غد الأحد وأضح عمر أن الورشة ستكون آخر ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية وستستمر لأربعة أيام وسيشارك في الورشة القوى الموقع على الاتفاق السياسي الإطاري بالتنسيق مع الألية الثلاثية وبمشاركة ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومعاشي القوات النظامية وعدد من المختصين الوطنيين وتعد الإصلاحات الأمنية والعسكرية في السودان تعد واحدة من خمس قضايا جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي لمزيد من التشاور إلى جانب قضايا أخرى كالعدالة الانتقالية ومسألة شرق السودان واتفاق السلام ينضم إلينا من الخرطون الصحفي والمحلل السياسي أحمد خليل أهلا ومرحبا بك سيد أحمد هناك اجتماع على ما يبدو اليوم لقوى الحرية والتغيير المركزي لبحث الخطوات القادمة للذهاب لتشكيل حكومة هل هذه الأيام الباقية على مواعيد أبريل التي أعطيت سابقا كافية لإجراء ما لم يتم التوافق عليه حتى الآن طبعا هو الاجتماع المجلس المركزي هو واحدة من البنوت إجازة تقرير مقدم من المكتب التنفيذي خلال الفترة الفاتحة كان هناك العديد من الفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالإضافة إلى انتهاء العملية السياسية الفترة هي طبعا الحرية والتغيير ومجرد ما بدأت في العملية السياسية ووقعت في الاتفاق الإطاري وضعت ضمن ما وضعت من خطط بأن هذه العملية ستمضي إلى فترة محددة فبالتالي كان كل الخيارات كانت متاحة كان هناك نقاش في كثير من القضايا صحيح يعني إعلاميا لم يتم التطرق والتحدث عن موضوع الكبير والمهم خاصة فيما يتعلق بالترشيحات المواقع التي ضربت في التوقيع الاتفاق النهائي وإعلان رئيس مجلس الوزراء هناك حراك داخل قوى الحرية والتغيير بشكل يعني نعقاد بشكل يومي هناك لجان بتتناقش في هذه المواضيع وهي مصر على أنه يعني تلتزم بهذه المواعيد وتوقع في هذه المواعيد حتى تكون هناك مصدقية لما تسهب إليه الحرية والتغيير وهي حريصة في أنه لا تؤجل يعني هذه المواقع نعم سيد أحمد هناك عقد ورشة وهي الأخيرة كما ذكر يوم غد للإصلاح الأمني والعسكري ما الذي قد يمكن التوصل إليه من خلال هذه الورش على الرغم من أن هناك الكثير ما زال عالقا فيما يخص هذا الملف طبعا هي نعقاد هذه الورشة هي في حد ذاته يعني انتصار لقوة الحرية والتغيير لأنه كان هناك تجاذبات كثيرة في نعقاد هذه الورشة هناك آراء من قبل الجيش من قبل الدعم السريع بالتالي هي المسألة المهمة كان ورشتين ورشتين هي كانت في غاية الأهمية ورشة العدالة الانتقالية ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لأنه هناك تجاذبات الجيش وضع رؤية والدعم السريع وضع رؤية يعني أعقاد هذه الورشة في هذه الظروف بالذات خاصة أنه تم ترشيح من كل المكونات الموقعة للاتفاق الإطاري سيكونوا حاضرين في هذه الورشة حتى هناك مساواة ما بين الرجال والنساء يعني موضوع الجندر كلهم سيكونوا موجودين سيتم فتح هذه الملف بمناقشة فنية ومناقشة سياسية قبل أن كان هناك حديث بأن هذا الملف هو ملف عسكري لا يجوز أن يتناقش فيه المدنيين ولكن الآن الدعوات والاختيار للأسامي المشاركين أثبتت بأن الكل سيشارك وسيقول رأيه في هذه الورشة وهي ورشة مهمة جدا ستخرج هذه الورشة بقرارات مهمة أولها الدمج موضوع الدمج كم فترة يحتاج دمج الدعم السريع في الجيش هناك شواهد تاريخية يعني هذه ليس المرة الأولى يحصل مثل هذه التجارة في السودان كان هناك تجربتين في السبعينات و2005 نعم ولكن سيد أحمد هناك من يقول اعذرني على المقاطعة بأن هذه الورشة تحديدا يعني مشهدها ليس كافيا كنتيجة وكمجتمعين لأن هناك الكثير من الأطراف والتي تمتلك السلاح في السودان ما زالت بعيدة كل البعد عن هذه الدائرة والاجتماعات طيب هو الدائرة يعني أنت لو قاسد حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بالتأكيد العمل السياسي في السودان لن يتوقف إلى أن يجتمع كل السودانيين في مكان واحد حتى يمضي وبالتالي المطلوب من العاملين في العملية السياسية الآن أن يعملوا أولى الخطوات فبالتالي إذا وضعوا تصور واضح لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة وبالتالي لا بد أن يكون هناك الترتيبات الأمنية التي أغرضها اتفاقية جبا وهناك ملاحظات عديدة وكثيرة جدا خاصة فيما يتعلق بعملية الترتيبات الأمنية أقفلت الحكومة السودانية والموقعين على اتفاق جبا كان مجرد اتفاق جبا مفترض يتم حرز القوات يعني كل القوات الوقعة يتم حرز هذه القوات ويتم يعني معرفة أعدادها لأنه ما حصل بعد اتفاق جبا تم تجنيد العديد من الأفراد داخل هذه القوات وبالتالي يعني زادت من عددها الأصلا هي كانت موجودة لواحد من الأخطاء فبالتالي لا بد الرجوع إلى هذا التحريص وبالتالي هي عملية كبيرة وتحدي كبير عمام السودانين لتجاوز هذه المعضلة لوصول لمرحلة استقرار لأن هذه الحركات المسلحة هي يفترض في فترة قادمة أن تتحول إلى أحزاب سياسية فبالتالي عندك موضوع الدمج وإعادة الدمج والتصريح كل هذه هناك تجارب سودانية وتجارب عالمية يمكن أن يستفاد منها هذه العملية هي ما عملية سودانية فقط لأنه صحيح هناك كثير من الدعم ومن الأطراف الدولية التي تدعم هذه العملية والوصول إلى المرحلة التي ينتظرها السودانيون من الخرطوم كنت معنا الصحفي والمحلل السياسي أحمد خليل شكرا جزيلا لك أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيدف ضرورة زيادة أعداد المقاتلين في الجيش إلى مليون ونصف على الأقل وقال مدفيدف في تصريحات صحفية قال إن روسيا بحاجة إلى الاعتماد على جيش مختلط من المجندين والمتعاقدين وفي مساعي لتجديد صفوف قواته التي استنزفت في الحرب بأوكرانيا يسعى الجيش الروسي إلى تجديد أربعمائة ألف جنديا متعاقد وفقا لوكالة بلومبرغ ونقلت الوكالة عن مصادر أن الكريملان بهذه الخطوة يحاول تفادي التجنيد الإجباري للمواطنين الذي قُبل برفض واسع وأدى لنزوح حوالي مليون روسي من البلاد الخريفة الماضي وقالت الوكالة إن مصادر وصفتها بالمطلعة على العملية أكدت أن السلطات الروسية تستهدف في البداية العسكريين القدامى وسكان الأرياف لكن بعض المسؤولين بحسب الوكالة قالوا إن تجنيد أربعمائة ألف جنديا متعاقدا هذا العام قد يكون غير واقعي حيث أن هذا العدد يساوي تقريبا العدد الإجمالي للقوات الروسية قبل بدء الحرب وفيما يستعد بوتين لإعادة الترشح لولاية خامسة يخشى لكريملان أن خطط التجنيد الجديدة قد تهز ثقة الناخبين وبالتالي تعقيد فرص تحقيقه لنصر انتخابي كبير وطيرة التهديد الروسي للغرب تتصاعد موسكو تحذر من استمرار تزيد أوكرانيا بالسلاح كما أن المسؤولين الروس لم يترددوا في الإشارة للسلاح النووي كرادعا ضد أي تهديد على روسيا وأراضيها محدة لمسؤولين الروس موسكو ترد بالتهديد والتحذير على الدعم الغربي لأوكرانيا تهديدات لا يتردد مطلقوها في التلويح بالخيار الأخضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية الحرب وضع قوة الردع النووي في حالة تأهب هدد مؤخرا برد نووي على بريطانيا في حال زودت أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنظب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اعتبرها مقدمة لصدام نووي محتمل تلويحه بالسلاح النووي لم يتوقف نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيدف هدد بأحرب نووية إذا اعتقل رئيسه بوتين كما لوح ميدفيدف باستهداف مبنى المحكمة الجنائية في لهاي بضربة صاروخية الرجل حدد ما قد يدفع روسيا إلى الردع النووي إذا تحدثنا عن بعض الأشياء الجادة المرتبطة بمحاولة استعادة شبه جزيرة القرم وما إلى ذلك فقد تحدثت عن هذا وكتبت عنه فيما سبق من الواضح تماما أن هذه أسباب لاستخدام جميع وسائل الدفاع بما في ذلك عقيدة الردع النووي تهديدات من أجل التهديد ربما لكن كل سيناريوهات التصعيد مطروحة ولعل اللجوء إلى سيناريوهات الرعب مرهونة بحسابات الربح والخسارة لدى بوتين للمزيد ينضم إلينا من موسكو عبد الجواد الرشد مراسل الحدث أهلاً ومرحباً بك عبد الجواد ما هي ردود الفعل على إعلان الكريملين عن زيادة التجنيد ولكن ليس من المواطنين كيف كانت ردود الفعل؟ عبد الجواد مرحباً رشاة نعم بالفعل يعني عندما بدأ الحديث وخرجت التصرح نعم هل تسمعينني بشكل جيد رشاة؟ نعم تفضل تفضل نعم يعني عندما تم الإعلان اليوم خلال حديث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيدف مع وسائل الإعلام المحلية وتم ذكر طبعاً ضرورة زيادة عدد القوات الروسية إن كانت من القوات التي تؤدي الخدمة العسكرية أو القوات التي تعمل بعقود طبعاً بدأ هذا الخبر بالانتشار كالنار في الهشين في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا وأصبح حديث الشارع بأنه هل موسكو مقبلة على عملية تعبئة جزئية جديدة بما يخص العملية العسكرية روسية في الأراضي الأوكرانية طبعاً الإعلان الرسمي كانت موسكو قد تحدثت عنه مرات عدة بأن هدفها الوصول إلى مليون وخمسمائة ألف جندي وهذا هو تعداد قوام الجيش الروسي الذي وضعته موسكو كهدف لها لكن طبعاً حديث مدفيت في اليوم عاد بالحديث بأن موسكو قد تذهب نحو عملية تعبئة جزئية للوصول إلى هذا العدد لكن طبعاً من الخطط السياسية والتحليلات كما سألت رشا طبعاً راحة الجميع يتحدث عن أن موسكو اليوم في صراعها في الأزمة الأوكرانية تقوم بالاستفادة من القوات الخاصة ويدور الحديث عن فاكنر وعن القوات الشيشانية والدغستانية وغيرها من القوات الجنوبية والتابعة لجمهوريات القوقاز في معارك المدن ومعارك السيطرة عليها أما طبعاً القوات الرسمية التابعة للجيش الروسي فهي تعمل على القوات الجوية والفضائية بالإضافة إلى المدافع الثقيلة والبعيدة والقصيرة المدى بالإضافة إلى الضربات الصاروخية وغيرها من الفرق المعنية بمهام مختلفة لذلك طبعاً الشارع الروسي اليوم أصبح يقسم ويعرف بشكل كبير من هي القوات التي تشارك في اقتحام المدن وتحاول السيطرة عليها ومن هي القوات التي تقوم بالمهمات اللوجستية وبمهمات تنفيذ العملية العسكرية لذلك طبعاً رشع الإعلان الرسمي من قبل موسكو حول هذا الموضوع ليس هو بشكل جديد كانت قد تحدثت مرات عدة بأن هدفها في الفترة القادمة الوصول بأعداد الجيش الروسي إلى مليون وخمسمائة ألف شخص وهذا هو تعداد قوام الجنود الروس في الجيش الروسي الدعوة السابقة عبدالجواد كان على إثرها ردة فعل في روسيا وذهاب الكثير من المواطنين إلى الخارج هل هذا الإعلان مختلف من حيث ردود الفعل تحديداً بهذا الشق رشال أخفيك الحقيقة يعني الشارع الروسي يترقب هذا الإعلان بين اليوم والليلة الأشهر السلاسة الماضية حملت في طياتها الكثير من التكهنات والكثير من التوقعات لذلك طبعاً هناك الكثير من خرجوا خارج البلاد طبعاً عنصر الشباب أصبح مفقوداً نوعاً ما في الداخل الروسي هناك العديد من العائلات الروسية التي هاجرت خارج البلاد لكن من بقي في البلاد اليوم إما طبعاً هو مؤمن بشكل خاص بما يخص قضية الخدمة في الجيش أو لا يدخل ضمن قائمة من سيتم تعبئتهم إن كان في المرحلة السابقة أو المرحلة الحالية وإما طبعاً هم من كبار السن وليس عليهم الخدمة الإلزامية للجيش لذلك طبعاً رشا لا يمكن إلغاء قضية بأن الأبواب مفتوحة في معظم الأماكن لمن يرغبون بأداء الخدمة مقابل عقود ومقابل مبالغ مادية طبعاً في خدمة الوطن لذلك طبعاً هذا الملف هو ملف محوري قد نشهد عملية جديدة وقد يبقى الوضع على ما هو حالي شكراً جزيلاً لك من موسكو كنت معنا عبدالجواد الرشد مراسل الحدث شكراً لك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم الروسي على بخمط بإقليم دونتسك الواقع شرق أوكرانيا توقف بشكل كبير مع تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في معركة الدفاع عن المدينة التي تعتبر بمثابة نقطة تقدم على الخريطة العسكرية لروسيا بخمط بؤرة القتال الرئيسية في أوكرانيا التي تشهد أشد المعارك وأشرسها منذ أشهر بدأت تسودها حالة من الهدوء نسبياً وزارة الدفاع البريطانية أفادت بأن الهجوم الروسي على بخمط توقف بشكل ملحوظ ومن المحتمل أن يكون السبب وراء فشل الهجوم هو نتيجة الاستنزاف الشديد والتوتر في العلاقة بين الجيش الروسي وقوات فاغنر الموالية لروسيا عزز ذلك رئيس أركان الجيش الأوكراني قائلاً إن المعركة في المدينة بدأت تهدأ بفعل جهود القوات الأوكرانية في تصدي القوات الروسية ورغم أن موسكو تتلهف للانتصار في هذه المعركة لاعتبار بخمط نقطة تقدم على الخريطة العسكرية لروسيا إلا أن قواتها أصيبت بالإرهاق بالقرب من بخمط وتفقد الكثير من القوة وفق قائد قوات الموشى الأوكرانية الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بدوره اعترف بأن قوات بلاده لن تتمكن في الوقت الحالي من شن هجوم مضاد دون تزويدها بدبابات ومدفعية وأنظمة هاي مارس في حديث للصحيفة يوميوري شنبان اليابانية مطالباً حلفاء كييف بدعمها بالمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية مع استمرار إعادة الإعمار في مدن وقرى أوكرانية التي عانت من هجمات روسية بشكل كبير وفق الرئيس الأوكراني رشخيات الحدث تزين شارع بيكاديلي أحد أشهر ميادين لندن بثلاثين ألف مصباح احتفاء بقدوم شهر رمضان في مبادرة تبنتها مدينة لندن وتعتبر العاصمة البريطانية تعتبر أول مدينة في أوروبا تحتفي بقدوم شهر رمضان في مبادرة نالت استحسان السياح وسكان المدينة لسيما تحديداً العرب والمسلمين منهم عادة ما تعج لندن بالزوار والسياح في ديسمبر لمشاهدة أنوار وزينة الأعياد المجيدة ورأس السنة ولكن هذا العام هناك سبب آخر لازدحام وسط لندن بالمرة والسياح وبالأخص العرب والمسلمين منهم حيث تنير لندن ولأول مرة تلاثين ألف ضوء في شارع بيكاديلي أحد الشوارع الرئيسية في قلب العاصمة إحياء لشهر رمضان عمدة لندن صديق خان الذي أشرف على إضاءة هذه الأنوار هو من بين مليون وثلاثمائة ألف مسلم يعيشون في لندن والفكرة بدأت من إحدى ساكنات لندن عائشة ديساي التي استوحت الفكرة من حبها الكبير لأنوار أعياد الميلاد التي واكبتها منذ صغرها عشت في الشرق الأوسط لمدة من الزمن ودائماً ما كان شهر رمضان يمثل أكثر الأوقات سحراً بالنسبة لي وأردت جلب هذا معي إلى لندن هي مدينة ترعرعت فيها ودائماً ما كنت أرى أضواء عيد الميلاد في شارع أوكسفرد وشارع ريجنت مع عائلتي وكان أفضل وقت في السنة بالنسبة إلينا وفكرت لماذا لا نرى هذا في شهر رمضان ردود الفعل جاءت في معظمها مرحبة بهذه المبادرة التي قد تضع لندن في صدارة الوجهات السياحية في أوروبا خلال هذا الشهر أعتقد أنها جذابة جداً وتلفت انتباهنا للتفكير برمضان وبإخواننا وأخواتنا الذين يحتفلون بشهر رمضان أعتقد أن الأضواء مهمة حقاً لأن هذه المدينة مدينة كبيرة وعالمية أنا أؤمن بالتنوع والشمولية ضمن إيمانها بالتعددية وخططها في إشراك كافة الثقافات والديانات الموجودة في بريطانيا تشارك لندن بإحياء شهر أصبحت فيه الأنوار والزينة جزءاً من تقوصه سواء في المنازل أو في الشوارع من لندن عروب عبد الحق الحدث إذن مشاهدين بهذا تنتهي هذه الساعة الإخبارية من الحدث المزيد من الأخبار على مدار النشرات اللاحقة تلتقيكم على رأس الساعة المقبلة زميلة روناك شكراً لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة